اشتركوا في القناة ان لم تكونوا امناء فيما هو للغير فيما هو للغير دي يعني الحاجات اللي ربنا مدهاني بس مش بتاعتي يعني دي مفروض ان انا استثمرها وان انا استخدمها لمجد الله اذا كل حاجة بقى احنا بناخد مثلا العشور مثلا دي حاجة عندي بس هي مش بتاعتي مفروض بتاعتي حد تاني يعني شكاية قال عليها انها همال ظلم لو الانسان خدها ليه هو او صحتي مش كل صحتي لي برضو لمفروض اتعب جزء من صحتي ان انا اساعد حد واسنت حد في وقت الديئة بتاعته الزكاء بتاعي ده برضو مفروض استخدم كتير منه ان انا ساعد الاخرين وهكذا بقى في كل حاجة كل عطاية ربنا ليا في حاجات فيها مش بتاعتي انا اللي لم تكونوا امناء فيما هو للغير الحاجات اللي ربنا الدهاني بس هي مفروض انها تخص الناس اللي حولي تخص المحبة المساعدة العطاء الخدمة ان انا ساعد بيها ناس كتير لو انا بقى اميني فيما هو للغير لو امين في العطاية دي لربنا الدهاني وساعدت بيها ناس كتير وسندت بيها ناس كتير ربنا هيعطيني ما هو لي ما هو لي اللي هو ايه بقى العطاية الروحية النعم والعطاية السموية السلام والفرح والرجاء والقوة والايمان وطبعا في الاخر المراث الابدي كل دي حاجات بقى اللي ربنا عاوزي الدهاني بس انا اخذها اكتر لما اعيش الرسالة بتاعتي الدور بتاعي الخدمة بتاعتي ربنا يعطيني بقى ما هو لي كإنسان مسيحي كابنه هيعطيني كل حاجة إلهية وسماوية من عنده عشان كده ربنا بيلفت نظرنا كلنا وبيقول لنا كلنا ياريتك تكون أمين في الحاجة اللي مش بتاعتك وعندك عندك بس مش بتاعتك جزء منها مش بتاعك كل اللي عندك ده بتاعك بس في جزء منها بتاع حد تاني لو أنا خدت كله لي يبقى ده يعتبر مال ظلم أنا خدت حاجة مش بتاعتي لكن أنا بستخدم كل عطايا ربنا لي من مالي من صحتي من إمكانياتي من زكائي من وقتي من كل الحاجات دي باستخدمه لأجل الآخرين فإن لم تكونوا أمناء في ما هو للغير فمن يعطيكم ما هو لكم بقى العطايا الإلهية السماوية إلى ربنا عاوزي دهنا كلنا في إنجيل معلمنا لقى صح 16 آية 12 لإلهنا كل مجد وكرم لابد أمين